ماذا عنه؟ فيها تحمل مسؤوليين المدرب بشكل كامل واضح بغداد يمكن هو زعلان وهاي الوقت يمكن أنا مع موجهة نظر يمكن حتى نحن كنا لعبة تكون ردة الفعل شوي قاسية فأنا تمنيت أنه من بغداد ما يطلع في هالوقت بعد ما المباراة تهدى الأمور تهدى خروجهم من هاي خاصة كفي لعب في قيمة بغداد حص بالمسؤولية يعني وهو هداف الدوري كم مرة واتفق معه يمكن جزء بسيط من هاي ولكن ما يصير أنه أطلع بعد وحمل مسؤولية فأنت بعد بغداد يمكن تقدر تحمل مسؤولية نفسك أنك أنت فيه هبوط في مستواك في الفترة الأخيرة نحن كنا نشيد ونطالب فيه أن يكون موجود ولكن في الفترة الأخيرة يعني يمكن بغداد مر في ظروف خروج الجزائر مفس استدعاء للمنتخب في آخر فترة نزول الهبوط حتى في الدوري في آخر مباريات التبديلات اللي صارت يمكن أثرت على بغداد ما في اثنين يمكن عندنا هناك إعلاميين أو حتى مدربين يختلفون بغداد من الروس الحربة الجيدين ولكن أنا ما أعجبني أن انتقاد المدرب بشكل كبير يعني ما كانت حلوة في قيمة بغداد النجومية أخي مشعل والنجومية أيضا مثل ما في الملعب النجومية أيضا خارج الملعب أنت في مرحلة تحتاج إلى الاحتواء فالنجم يجب أن يكون دائما صوته إيجابي حتى فعلا يحتوي للمرحلة الحالية والصد قادر أن يعود ولكن لا تحاول المسألة إلى أمر شخصا المفروض لا تصرح حتى لو كنت أنا مكاني يمكن أن أقول تصريح ولكن أساس نهاية البرنامج قلت رأيك شكرا محمد إسويلين تعقيمك على تعليق تصريح ببغداد أنا بكل تأكيد أتفق مع أبو عبدالله وأعمل له رتويت باختصار كابتا مجبل كيف رأيك في تصريح بغداد طبعا المفروض لا ينتقد المدرب يعني أنتقاد منه هو يقول لك أنا لا أستطيع أن ألعاب هو المفروض يتكلم عن نفسه أبو جاسم نحن نعرف بغداد من اللاعبين المهاجمين قيمة فنية كبيرة وأنا سألت عليه اليوم تذكرته يعني هو لاعب بسائل أشياء يعني مو مالإعلام يمكن أن يقعد مع الإدارة يقعد بيناتهم إذا أنت تتفق معه من حيث المستوى والجوانب الفنية الفريق بحاجة إلى بغداد بحاجة إلا مشعل أبد الرئيس حسن طبعا أنا لا أتفق مع بغداد في كلامه بخصوص انتقاد المدرب لكن لا أهم شيء أنه هو ضيق ممكانيات كبيرة لكن أكيد أنه لازم نغطمهم إراعي هو ممكانياته هل كانت على مستوى الحداث البطولة ما قبلها البطولة هو أصلا في هبوط مستوى لكن المدرب أما وجدت ناظري هذه فلسفتة كانت يلعب بطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة صار فترة طويلة ما كان حد ينتقده بالعكس كان في الدوري منظومة الدفاعية كان جيد والفريق كان في أوج عطاها فيه دروب في عملية مستوى الفني في السيد صحيح وأنت من ضمن ما قبل هبوط السيد أصلا كعناصر نقول 80% عناصره في هبوط أنت أول الهابطين من ناحية المستوى لكن وجودك اليوم كان مهم أما وجدت ناظري كان يلعب مع آيو في المقدمة أو يلعب طرف آيو ثم رأس حربة مع أكرم وجودك كم مطلب اليوم لأن الفريق في حاشته تهديفيا فقط لكن كمستوى عام لا بغداد هبط وهذا شيء طبيعي يحصل لكن ردة فعلك أنك تنتقد المدرب هذا خطأ المدرب لطريقته وفلسفته ونجح في فترة طويلة وكل أشياء في المدرب في بطلة الدوري ما أشهده فيه اليوم لأن العوامل الأدوات التي تخدمها في الدوري كانت ترفع من أسهمته هبطة فشيء طبيعي أن الفريق يكون فيها الوضعية يونش خالد بغداد قيمة فنية كبيرة لكن من حق المدرب أنه يختار المحترف الذي يريد في أرضية الملعب أو السلوب أو الطريقة لكن بغداد نحن عرفنا لعب غيور على فريقة حماسي ما يتقبل الخسارة وهذا شيء جيد من اللاعب لكن أشوف أنه أتفق مع مشعل كان لابد أن يستخدم خبرتها وإمكانياتها الكبيرة في أرضية الملعب وكلاعب كبير في أنه يتجنب التصريح اليوم لا بد أن نجوم الفريقة واللعبين الكبار يحتوون المجموعة مرة ثانية ويفكرون في المستقبل لأن المباراة اليوم انتهت والسد خرج من البطولة لكن الجميع يتحمل خسارة في وجهة نظريانا ليس المدرب فقط وليس بغداد السد طوال البطولة لا أعتقد أنه ممكن اثنين يتفقون على مستوى على مدار البطولة كابتن ناصر حديث بغداد بنجاح بعد خروج السد بهذه المستوى المتدني فلذلك أنا مع الكابتن يونس أنه هو غير على فريقه هو حابب يكون فريق السد في المقدمة نحن جميعنا كنا متوحدين بالرأي أنه تدخلات المدرب وتغيير التكتيك من مباراة لمباراة وتغيير مراكز اللاعبين كانت في خطأ فيها صحيح ما بصير ينتقد المدرب ونحن كمدربين نقول أنه غلط ينتقد المدرب ولكن خروجهم من البطولة أنا باعتقادي ردة فعل كلاعب حريص ومحب لفريقه نبيل خالد أنا ما كنت أتمنى أن بغداد يطلع بالتصريح في هذا الوقت ولكن بالمجمل دائما الشماعة هو المدرب ولكن نحن خلنا نسترجع هذا هو نفس المدرب اللي فترة طويلة قضى بعد رحيل شافي مع الفريق قدم مستويات جيبة وواصل انتصاراتها في الدوري المدرب دائما أدواتي اللي تنجح المدرب لو كان لعب أو لعبين مش في مستواهم وممكن نقول لش المدرب ما يلعب هم وما يلعب اللاعبين البدلاء ولكن علامة استفهام كبيرة الفريق كامل كمستوى ما فيه أي لاعب في فريق ندي السد في هذه البطولة قدم مستواه اللي احنا نعرفه ترجمة نانسي قنقر